في ختام شهر رمضان المبارك ومع استقبال عيد الفطر المبارك أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات وصالح الأعمال وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء شهر رمضان المبارك كما أدعوه سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العيد عيد خير وبركة ونصر وعزة على شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين وخارج فلسطين بل وعلى الأمة العربية والإسلامية أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العيد مناسبة تجمع شتات هذه الأمة وتوحد كلمتها وتحقن دماءها وتصون مقدراتها وتبذل جهدها وجهادها من أجل تحرير فلسطين ومن أجل حماية القدس والأقصى ومن أجل حماية كرامة هذه الأمة ومكانة هذه الأمة أمة الجهاد والشهادة وأمة الشهادة والحضارة التي عرفها التاريخ هكذا كانت وستظل رغم ما يحيط بها من الآلام والأوجاع إنني في هذه المناسبة المباركة أتقدم بخالص التهنئة والتبركات لكل أبناء شعبنا الفلسطيني في داخل فلسطين وفي خارج فلسطين وأخص شعبنا الفلسطيني في غزة الذي فجر مسيرات العودة وكسر الحصار هذه المسيرات التي شكلت انطلاق متجددة لحيوية هذا الشعب ولحماية ثوابت الأمة في داخل أرض فلسطين المباركة الحراك الجماهيري حافظ بل حما قضية قضية بأبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية بأبعادها في الحاضر وفي المستقبل مسيرة العودة التي قدم فيها شعبنا الفلسطيني مئات الشهداء وآلاف الجرحة وإنني بهذه المناسبة أتوجه بالتهنئة الخالصة وبالدعاء الصادق لأهالي الشهداء الأبرار ولأهالي الجرحة الميامين هؤلاء الجرحة الذين يمثلون الشهداء الأحياء والذين يمثلون عظمة هذا الشعب وعنفوان هذا الشعب وقدرة هذا الشعب على المقاومة والبذل والتضحية والعطاء وفي ذات الوقت هم يكشفون مجدداً عن طبيعة هذا المحتل الطبيعة الإرهابية التي تقتل وتجرح بدون تمييز لأنه جيش من القتلة تعود أن يقتل خارج القيم وخارج الأخلاقيات ويكرس ثقافة المستعمر والمحتل البغيض لأرضنا في فلسطين المباركة فكل التهنئة لأهلنا في غزة العزة مفجري هذه الانتفاضة الشعبية المتجددة كما أهنئ أهلنا في الضفة الغربية ضفة الإباء والكبرياء هذه الضفة التي كانت وما زالت وستبقى هي سنديان المقاومة والصمود وهي محور الارتكاز من أجل حسم الصراع الوجودي مع الاحتلال الصهيوني البغيض وإنني إذ أهنئ أهلنا في الضفة الغربية بعيد الفطر المبارك لأوجه لهم خالص التحية وعميق التقدير والعرفان على وقفتهم الوطنية الأصيلة المسيرات التي خرجت تطالب برفع العقوبات وبوقف الإجراءات الانتقامية الظالمة ضد إخوانهم في قطاع غزة الضفة الغربية انتصرت لقيمها الوطنية وانتصرت لوحدتنا الاستراتيجية وانتصرت لخطنا السياسي النقي الثابت وقالت لا للاستمرار في سياسة الحصار والتجويع لإخوانهم في غزة وقالت لا للاستمرار باتفاقيات أوسلو ولا للاستمرار بالتعاون الأمني مع المحتل وأنا هنا إذ أحيي أهلنا بالضفة الغربية وأُعبَّر عن ألمنا للمشاهد التي وقعت في شوارع رام الله حينما تعرَّض هؤلاء الإخوة والأخوات وهم يتضامنون مع أنفسهم حينما يتضامنون مع غزة يتضامنون مع أنفسهم تعرَّضوا إلى ما تعرَّضوا له هذا لا يجوز أبداً أن يكون وسيلة التخاطب بين مؤسسات الأمن الفلسطيني وبين جماهير الشعب الفلسطيني التي خارجت لتعيد البوصلة إلى اتجاهاتها الصحيحة وأنا هنا إذ أُشير وإذ أُشيد بهذا الحراك الجماهيري في الضفة الغربية أقول بأن هذا الحراك يجب أن يستمر ليس فقط للمطالبة بإنهاء الظلم الواقع على غزة والحصار والعقوبات التي تتعرَّض لها غزة بل وأيضاً من أجل تصحيح المصاري الوطني الفلسطيني ومن هنا فإنني أغتنم هذه المناسبة السعيدة عيد الفطر السعيد لأؤكد مجدداً على مواقف الحركة وعلى مواقف الفصائل الوطنية والإسلامية بالدعوة إلى إجراء إجتماع مجلس وطني فلسطيني توحيدي على أساس اتفاقيات القاهرة وتفاهمات بيروت والشروع في إجراء الانتخابات الشاملة انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني الشروع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بكافة المهمات المنوطة بها والتي وضحتها اتفاقيات القاهرة عام 2011 إنني هنا أدعو بكل مسؤولية وطنية وبكل وعي وطني أدعو إخواننا جميعاً في كل الفصائل الوطنية والإسلامية إلى ضرورة ترتيب البيت الوطني الفلسطيني والارتقاء إلى مستوى التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية لن نكون قادرين على مواجهة التحديات إلا بصف وطني فلسطيني موحد ونحن متمسكون بهذه الاستراتيجية نريد بيتاً فلسطينياً متماسكاً وصفاً وطنياً موحداً حتى يتمكن شعبنا الفلسطيني من التصدي للمؤامرات الخطيرة التي تستهدف القدس وتستهدف اللاجئين وتستهدف القضية الوطنية الفلسطينية برمتها حتى نستطيع أن نضمد الجراح حتى نستطيع أن نبني مستقبلاً أفضل لأبنائنا ولأجيالنا لشبابنا ولشاباتنا حتى نكون قادرين على استثمار هذه الحيوية التي يتحلَّ بها شباب فلسطين في غزة وفي الضفة وفي القدس وفي داخل فلسطين المحتلة وفي خارج أيضاً فلسطين في المنافي والشتات إنني أيضاً أوجه التحية والتهنئة لأهلنا المرابطين في القدس وفي ساحات المسجد الأقصى المبارك الذين رابطوا ليالي رمضان والذين خرجوا بأكثر من نصف مليون ليؤدوا الصلوات في الجمعة الأخيرة وفي ليلة القدر وصلوا إلى المسجد الأقصى رغم الحواجز ورغم الحصار ورغم الانتهاكات والملاحقات ورغم حرمان الكثير من أهلنا في الضفة أن يصلوا إلى القدس وإلى المسجد الأقصى ورغم أن غزة محروم عليها أن تصل إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك ومع ذلك تدفَّقت هذه الجماهير لتوجه رسالةً واضحة للإدارة الأمريكية ولحكومة الاحتلال الصهيوني بأن القدس لن تغيِّر هويتها لا قرارات إترامب ولا قرارات نتنياهو وأن هذا الشعب الذي يمثل رأس الحرب لهذه الأمة سيظل وفيًّا للقدس ولهذا الميراث مهما كلَّفنا ذلك من تضحيات كما أوجِّه التهنئة لأهلنا ولأبناء شعبنا في مخيمات اللجوء والشتات على امتداد البسيطة وعلى امتداد دول العالم وأقول لشعبنا الفلسطيني في المنافي والشتات إن الأعياد القادمة ستأتي بإذن الله وأنتم إلى العودة أقرب وإلى القدس أقرب وإلى فلسطين أقرب أنتم تثبتون في كل مرحلة وفي كل محطة من محطات سرائنا الطويل مع الاحتلال أنكم أوفياء للهوية ترفضون التوطين وترفضون التدويل وترفضون التهجير متمسكون بحق العودة وبمفتاح الدار تقولون فلسطين لنا والعودة حقٌ كالشمس لا يمكن لأحد أن يغطيها بغربال الاتفاقيات ولا بالمطابخ السياسية التي تطبخ المؤامرات ضد شعبنا الفلسطيني كما إنني أوجه التهنئة والتحية تحية الفخر والصمود والعرفان لأبطالنا الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الصهيوني هؤلاء الذين يشكلون أحد ركائز هذا المشروع التحرري وأحد ركائز استراتيجية الصمود والمقاومة ضد الاحتلال الصهيوني البغيط وأقول لأسرانا إن المقاومة الفلسطينية مصممة على تحريركم بإذن الله سبحانه وتعالى إن تحريركم أيها الأبطال أيها الأسرى والأسيرات على رأس أولويات مقاومتنا الفلسطينية بكل فصائلها وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام وما تملكه كتائب القسام يشكل أحد النوافذ والأبواب الأساسية من أجل تحريركم من أسركم بإذن الله سبحانه وتعالى أيها الشعب المرابط أيها الشعب العظيم أيها الشعب الذي يؤدي أمانته رغم ما يحيط به من صعاب في داخل فلسطين المحتلة في الثمانية وأربعين هؤلاء الذين يعيشون في قلب الحوت ويعيشون في قلب السياسات الصهيونية المقيتة خرجت حيفا لتنتصر لغزة وخرجت أم الفحم لتنتصر للقدس وخرجت عكا والجليل والنقب والمثلث في وحدة فلسطينية عميقة تقول بأن النكبة بعد سبعين عام لم تنجح في سلخنا عن هويتنا وعن عمقنا الفلسطيني والعربي والإسلامي إنني إذ أهنئ أبناء شعبنا الفلسطيني في داخل الأرض المحتلة وفي خارج الأرض المحتلة لأتوجه أيضا بالتهنئة لأبناء أمتنا العربية والإسلامية وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة هذه الأمة وأن يوحد صفها وأن يجمع شتاتها وأن يجعلها في مقدمة الأمم التي تحمي قيم الحرية والعدالة لشعوبها أولاً ولأحرار العالم أيضاً وفي كل مكان إننا إذ نعيش هذا العيد السعيد رغم أننا فقدنا شهداء وقدمنا جرحاً وأسرى إلا أننا تحدونا قوافلٌ من الأمل وتحدونا بيارق الأمل بالنصر والعودة والتحرير وما حصل في الجمعية العمومية أمس إلا تأكيد على أن القضية الفلسطينية وبفعل مسيرات العودة وكسر الحصار وصمود شعبنا الفلسطيني في كل مكان إلا أنها نجحت في أن تستعيد القضية حيويتها في التداول العالمي والتداول الدولي إن قرار الأمم المتحدة أمس هو تأكيدٌ على عزلة الكيان الصهيوني وعزلة الإدارة الأمريكية وأن أمريكا لم تعد قادرة رغم أنها تمثل القوة العسكرية الأضخم في العالم لم تعد قادرة أن تطوع مواقف الدول وأحرار العالم لسياسات البلطجة التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني بشكلٍ عام وضد غزة بشكلٍ خاص سينتهي بإذن الله الاحتلال وسيزول هذا الاحتلال عن القدس وعن كل أرض فلسطين سيرفع الحصار عن غزة وسيعيش أسرانا في عالم الحرية وسيعود اللاجئون إلى وطنهم شاء من شاء وأبى من أبى هذه رسالة العيد وهذه آمال العيد وهذه فرحة العيد وهذه آفاق النصر التي تحملها أيام عيدنا السعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة